2968-851 طلع من نابل المرازقة تقريبا مع ثمانية غيف درجين من نابل المرازقة ون ريزيدون سامير الغادي كهبات خلصاك متاعه فيها البيسي فيها الميمار دوفاندي تودو ومتاعه فيها لورق متاعه فيها يعيشكم تاكسيستي أصحابنا وخياننا اللي يلقاه هؤل المواطنين اللي يلقاه بحضاه يكلم حزب العمارة على 2968-851 وإلا راديو ميدا هوك تلقاوها بحضانا هوني يجاو على 72-328-500 ولا يجاونا سويخ بلاس لهونية وربي يبارك في صحتكم إن شاء الله على كل خلينا انحلوا جريدة تونسية توتسويتا حل الجريدة حلنا جريدة يا جماعة بش نبدأوا بإخبار اللي هو عمل جدل كبير في الآوينة الأخيرة زيادات في التعريفة في الكهرباء المواطنين الكل تقريبا تحكي على زيادة هذه زيادة غير مسبوقة الكل مفجوعة اللي كانت الجيه 10 ألاف والجيه 30 ألف اللي كان الجيه 50 والجيه 100 هذي عند المواطن فيما بالك عند الصناعيين اللي تعتبر بالألاف ومئات الألاف اللي تزدوا خاصة نصناعية نشوفه جريدة البيان اللي نلقاوها في عنوان في الآيون في الاتحادات الجهوية جماع على رفض زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز في خطوة استباقية لقرار تكتمت التصريح بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بزيادة في تسعيرها بـ 45% معناها ما جاتش لسناعية واجاتش للناس اللي قاعدين للكليون تاحهم اللي هما تقريبا يخلصوا في مئة لملايين وقالت لهم رو الشهر هذي بش نزيد الشهر الجاية بش نزيد الشهر لبعده بش نزيد فبدأت تزيد 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 لنصة تعريفة تواها تقريبا 45% ونشوفوا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعديد الأطراف الاجتماعية كما الاتحاد الشغل اللي خرج بيان مشترك بين الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في نابل يفرضها الزيادة هذية أو يرضو أي زيادة في تعريف الكهرباء والغاز على اعتبارها محاولة للقضاء نهائيا على المؤسسات الاقتصادية وقررت الاربع اللي اتعدى اتحادات جهوية تعبى الاتحادة التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سوس المستير الصفاق صنابل المهدية والقروان مقاطعة خلاص فوتير الكهرباء والغاز واتخاذ جملة من الإجراءات التسعيدية في محاولة لرفض أي زيادة جديدة في مجالي الكهرباء والغاز والاتحادات الجهوية المذكورة قالت خلال الشماع اقليمي رفضها القاطع لزيادات مهددة بعدم تزديد الفوتير في حين تراجع الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن القرار هذا وحضرت الاتحادات الجهوية الشركة من قطع الكهرباء والغاز مهددة باتخاذ جملة من الإجراءات التسعيدية بداية بغلق المؤسسات احتجاجا على هذه الزيادة في التسعير وحملة زيدا في بلاغ لها مسؤولية الأضرار والخسائر التي ستتكبدها المؤسسات والموظفين العاملين بالشركة لشركة الكهرباء والغاز في حال عدم أتراجع عن هذا القرار تقريباً نفس الموضوع أحكيت فيه زيدا جريدة الشروق هنا القاوز كونكت لتتحق بالمجموع كونكت وليتيكا يقروا يقرعان النواقص الخطر ورئيس المنظمة العراف سامير مجول يقول وأنه نرفض بزيادة في تعريفة الكهرباء والغاز اللي بلغت حتى الخمسين في المئة المؤسسات الصناعية يقول وأنه صناعة في العالم أي صناعة في العالم لا يمكن لها أن تعيش وتصمد أمام مثل هذه الزيادات غير المعقولة تقريباً اختر كبير اليوم تعيش المؤسسات الصناعية بعد الزيادات الآخرة الزيادات الغير قانونية اللي يعتبروها وغير معلنة ما تكلموش معاهم راهو تعرش معناها معناها واحد يخالص في خمسين مليون مثلاً ضوء ولا 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 غاز وانا شهر الجاي ما موش قاري بحسابه يلقاها مثلاً خمس وسبعين مليون عادي جداً على كل هذي الكل تونارجعولو لايامات هذية بش نستدعوه إن شاء الله سناعي عيق ونسمعوا من عندهم هما ونسمعوا بالأرقام شنون مشاكل متاحهم ومهم جداً نشوفوا التهديد اللي يحكيوا عليه هذية تهديد لمواطن الشغل تهديد لديمون المؤسسات عليش الاستيق اللي تتعامل معك ليونتها كيفما هك هالقانونية اليوم نزيده زيادة ومنعه لنوش عليها هذا كل تونارجعوا إن شاء الله لايامات الجاية هذية على كل نستنعوه زادة رد استيق على كل هذه التساؤلات اللي بشكونا نمعها زادة اتصال لايامات هذية خلال الساعات القليلة القادمة بعد الفاصل نرجو إلى الأخبار الأخرى اللي موجودة في صحفتنا الوطنية